بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصفة الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درسنا اليوم هو الطاقة المختزنة في المكثف أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يستنتج قانون حساب الطاقة المختزنة بالمكثف الكهربائي يستخدم العلاقة الرياضية لحساب الطاقة المختزنة بالمكثف الكهربائي في حل مسائل متنوعة تمهيد لاحظوا أبنائي فهم عبد الله من درس تحول الطاقة أن الطاقة تتحول من صورة لأخرى فحاول تطبيق هذه الفكرة بتكوين الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل أراد عبد الله استخدام الطاقة المخزنة في مكثف لرفع ثقل مقداره 50 جرام عن طريق محرك كهربائي صغير فإذا استخدم بطارية قوتها الدافعة الكهربية 6 فولت لشحن المكثف بالكامل فكيف يمكن لعبد الله حساب الطاقة المخزنة في المكثف حتى يمكنه حساب أقصى ارتفاع يمكن للمحرك سحب الثقل إليه سنجيب أبنائي الطلاب في نهاية الدرس اليوم على هذا السؤال بإذن الله الطاقة المختزنة في المكثف وفرق الجهد بين طرفيه عند توصيل المكثف بمصدر كهربائي كما تعلمنا سابقا يقوم أحد لوحي المكثف بتخزين الشحنات الموجبة ويخزن اللوح الآخر كمية مماثلة من الشحنات السالبة وينشع عن هذا فرق جهد بين طرفي المكثف يتم التعبير عنه بطاقة الوضع الكهربائي المختزنة بالمكثف علمنا أن فرق الجهد الكهربائي ويرمز له بالرمز كابتل V بين نقطتين هو الشغل المبذول لتحريك شحنة مقدارها واحد كولوم بين النقطتين وتحريك شحنة مقدارها Q تحت فرق جهد V يتطلب شغلا يتحول هذا الشغل إلى طاقة مختزنة هي E وهي التي يسمى طاقة الوضع الكهربائي ويكون V بيساوي E على Q ومنها يكون الشغل مساوي الطاقة E يساوي Q V في البداية لاحظوا أبنائي في الشكل أن الشحنة الكهربائية صفر وفرق الجهد صفر ومع استمرار عملية الشحن للمكثف تتزايد الشحنة الكهربائية على لوحيه ويزداد التنافر بين الشحنات المتشابهة على اللوح الواحد ويزداد التجاذب بين الشحنات المختلفة على اللوحين فيزداد تبعا لذلك فرق الجهد بين لوحي المكثف نستنتج من هذا أن مقدار الشحنة الكهربائية المختزنة في المكثف تتناسب ترضيا مع فرق الجهد بين طرفيه ويكون متوسط فرق الجهد أثناء عملية الشحن يُعطى بهذه العلاقة مجموح فرقية جهد في البداية والنهاية على عددهم على اثنين وبالتعويض في العلاقة السابقة اي بتساوي كيو ضرب الفي فتكون الطاقة المختزنة ليا اي بتساوي نص كيو في وبرسم العلاقة البيانية بين الشحنة الكهربائية كمتغير مستقل على محور اكس المحور الأفقي محور السيني وفرق الجهد على المحور الرأسي أو العمودي لو الصادي نحصل على الشكل نحصل على الطاقة المختزنة في المكثف بحساب مساحة الشكل تحت منحنة الشحنة وفرق الجهد لاحظوا أبنائي أن الشكل هو مثلث لاحظ أن مساحة المثلث تحسب من العلاقة نص القاعدة في الارتفاع وبالتالي تكون الطاقة المختزنة هي مساوية لمساحة المثلث نص القاعدة يعني نص الشحنة في الارتفاع وهو فرق الجهد حيث E تساوي نص QV نص القاعدة لـ Q في الارتفاع اللوى V نص QV الطاقة المختزنة بالمكثف بذلالة سعته تحصب الطاقة المختزنة E وهي بوحدة الجول بمعلومية كل من الشحنة Q يابي الكولوم وفرق الجهد حول طرفيه هو V ووحدته V من العلاقة E بتساوي نص QV علمنا سابقا أن C بتساوي Q على V فنستطيع أن نحصل على قيمة Q تساوي CV بالتعويض في هذه العلاقة اللي يا E بتساوي نص أرفع Q وحط قيمتها CV فتكون قيمة الطاقة المختزنة بالمكثف نص CV سكوير نص CV تربيع وأيضا من العلاقة C بتساوي Q على V نستطيع أن نحصل على قيمة V لتساوي Q على C وبالتعويض أيضا في هذه العلاقة ليا E بتساوي نص Q V عن قيمة V نرفع V ونضع Q على C فنحصل على العلاقة E بساوي نص Q تربيع على C فيصبح لدينا ثلاثة علاقات نستطيع بها أن نحصل على قيمة الطاقة المختزنة بالمكثف افتحوا أبنائي الكتاب صفحة 9 مثال 3 مكثف سعته بهذا المقدار فرق الجهد حول طرفيه 60 فولت احسب الشحنة الكاربائية للمكثف الطاقة المختزنة في المكثف الطاقة المختزنة في المكثف إذا تضاعف فرق الجهد لمية عشر فولت من 60 فولت لمية عشر فولت لاحظوا أبنائي أعطاني السعة C وفرق الجهد V وأنت تعلم العلاقة أن C بتساوي Q على V نريد حساب Q يبا Q بتساوي C V نعوض بالأرقام نستخدم الآلة الحاسبة نحصل على القيمة 0.3 من ألف كولوم نستطيع نستطيع أن نحسب الطاقة المختزنة من العلاقة نص Q V نعوض بالأرقام عن قيمة Q التي حصلنا عليها وقيمة V وهي 60 فولت نستخدم الآلة الحاسبة نحصل على القيمة 0.9 من مئة جول نريد أن نحسب الطاقة المختزنة مرة أخرى عند تضاعف فرق الجهد لاحظوا أبنائي عند مضاعفة فرق الجهد بين طرفي المكسف ستتغير الشحنة الكهربائية وبالتالي ستتغير قيمة الطاقة المختزنة في المكسف ولذلك نعوض في العلاقة الرياضية نص Q V ستتغير بتغير فرق الجهد ونعوض بالأرقام ونستخدم الآلة الحاسبة بعد تغيير الجهد من 60 فولت إلى 120 فولت فتكون القيمة للناتج وهو الطاقة المختزنة 0.36 من مئة جول صفحة 48 بالكتاب أبناء الطلاب 11 كم تكون الطاقة المختزنة في مكسف سعة هذا المقدار فرق جهد بين طرفيه هذا المقدار لاحظ اختيارات من متعدد أبناء الطلاب أعطاني سعة المكسف وفرق الجهد ونريد أن نحسب قيمة الطاقة المختزنة أنتم تعلمون أن E للطاقة المختزنة 9.5 CV تربيع نعود بالأرقام ونستخدم الآلة الحاسبة فنحصل على القيمة 0.1 جول صفحة 50 بكتاب الطالب مثل 19 من معادلات الطاقة المختزنة في المكثف نص QV E بتساوي نص QV حيث Q هي الشحنة وV هي فرق الجهد بين أن هناك تعبير آخر مناسب للطاقة المختزنة وهو E بساوي نص CV تربيع حيث C سعة المكثف نحوز أبنائي أن E بساوي نص QV وحيث أن Q بتساوي CV نعوض فنحصل على القيمة E بساوي نص CV تربيع عودا لسؤال التمهيد أبناء الطلاب لحساب أقصى ارتفاع يمكن للمحرك سحب الثقل إليه لاحظوا أبنائي في الحالة المثالية طاقة الوضع الكهربائية المختزنة بالمكثف ستتحول بالكامل لطاقة وضع تجاذبية في الثقل ولذلك يكون طاقة الوضع الكهربائية لنص CV تربية تساوي طاقة الوضع التجاذبية MGH H نريد أن نحسب قيمة H بالتبديل في المعادلة وفي حدودها فالH بتساوي CV تربيع على 2MG بالتعويض بالأرقام واستخدام الألة الحاسبة نحصل على 7.34% ووحدة قياس الارتفاع هي المتر لاحظوا أبنائي أنه لا يمكن أن يرتفع الثقل لهذا الارتفاع حيث أن جزءا كبيرا من الطاقة المختزنة في المكثف تفقد في التغلب على مقاومة الأسلاك واحتكاك أجزاء المحرك إلى هنا أبناء الطلاب انتهى درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته